أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة ثلاثة مواطنين مع أصابة تسعة عشر آخرين في حادث انقلاب توبيس على طريق القطميل عن السخنة عند الكيلو تلاتاشر محافظة السويس أضافت الوزارة أنه فور وقوة الحادث من دفع بخمس عشر تسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين والوفيات إلى مستشفيات السويس العام والسويس للتأمين الصحي أشرت الوزارة إلى أن ثلاث عشر من حالات الإصابة طلقت العلاج اللازمة بالمستشفيات وخرجوا بعد أن تحسنت حالتهم بينما تبقى ست حالات أخرى لتلقي العلاج وحالاتهم الصحية مستقرة